بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبينا ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام نعيش اليوم بإذن الله تعالى مع صحابي جليل هو سيدنا أبو ريرة رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو ريرة رضي الله تعالى عنه اسمه عبد الرحمن ابن صخر وقيت قيانا اسمه في الجاهلية عبد شمس فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم إلى اسم عبد الرحمن حتى تكون العبودية في اسمه لله تبارك وتعالى وحتى لا يكون فيها شيء من أبواب الشرك أو غير ذلك سيدنا عبد الرحمن بن صخر وهو سيدنا أبو غيره أسلم سنة سبع من الهجرة وقد كان إسلامه فتحا حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الأحاديث حوالي خمسة آلاف حديث وكانت هذه الأحاديث النبوية التي رواها سيدنا أبو غيره رضي الله تعالى عنه قد أثارت عند بعض الناس جدلا وإشكالا كيف أنه أسلم سنة سبع وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات فقط ثم بعد ذلك يروي هذا العدد الكثير الذي لم يرويه عدد من الصحابة الذين أسلموا قديما كسيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب وغيرهما الحقيقة أيها الإخوة الكرام أن سيدنا أبو غيره رضي الله تعالى عنه حينما روا هذا العدد الهائل من الأحاديث النبوية لم يكن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فقط وإنما رواه عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه فقد أخذ عن سيدنا عبد الله بن عمر وعن سيدنا أبي بكر وعن سيدنا عمر وعن غيرهم من الصحابة الكرام كما أن سيدنا أبا هريرة قد اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء حيث دع له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ فقال له يا أبا هريرة أبسط ردائك فبسط سيدنا أبا هريرة ردائهم فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا هريرة اجمع عليك ردائك فلما جمع عليه ردائه قال فما نسيت بعدها قط سيدنا أبو ريرة رضي الله تعالى عنه هذه الأحاديث التي رواها لما نظرنا في كتب الحديث وجدنا أن هذه الأحاديث قد رواها عدد من الصحابة الآخرين حتى إن العلماء لما نظروا في هذه القضية وجدوا أن الأحاديث التي تفرد بها سيدنا أبو ريرة وحده ولم يرويها غيره من الصحابة لا تزيد على مائة وعشرين حديثا سيدنا أبو ريرة رضي الله تعالى عنه كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا وقد أفصح عن سبب كثرته للحديث حينما تساءل الناس في العهد النبوي الشريف عن سبب رواية سيدنا أبي هريرة الكثيرة فقال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكانت صحابة يعني يشغلهم الصفق بالأسواق والتجارة ولكني كنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام بما يسد الرمق حتى أحفظ عنه الحديث وكأن سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أراد أن يعوض ما فاته من أحاديث لم يسمعها قبل هذا الوقت الذي لم يسلم فيه فأراد أن يعوض هذا بأن يروي عن عدد من الصحابة الكرام كأمثال أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عاش فترة زمنية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو المرجع الذي يرجع إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كل ما يعن لهم من أحاديث ومن مرويات رضي الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأدخله فسيح جناته وألحقن به على خير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة